بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا يا عزاء نجدد اللقاء بكم في هذا الفيديو لنكمل ما بدأناه في موضوع النقل في الكائنات الحية ولقد تكلمنا في الدروس السابقة عن النقل في الكائنات وحيدة الخلية وفي النباتات وفي الحيوانات منها الحيوانات اللافقرية والحيوانات الفقرية الآن نتكلم عن النقل في الإنسان نلاحظ أن النقل في الإنسان أعطينا عنه مقدمات في الدروس السابقة منه أن نظام النقل في الإنسان يكون نظام يسمى بالكارديو فيزيكلار سيستم كارديو فيزيكلار سيستم أي نظام النقل الوعائي القلبي كما معلوم كارديو معناها قلب هارت بازيكلار معناها فازلز أوعية لأن القلب جهاز دوران فيه القلب يكون مثل ما ذكرنا يكون من نوع المغلق ويكون الدوران فيه من نوع المزدوج يعني فيه دورتان أو فيه من نوع الدبل سيركيت إن شاء الله في هذا الدرس سوف نتناول القلب الهارت ولكن طلبتنا العزاء سوف نقوم بشرح باختصار يعني للقلب أو سواء للأوعية الباقية سواء يعني الأوعية الدموية أو والدورات وسوف نتناول مواضيع يعني نركز على مواضيع مهمة يعني قد وردت يعني قد يكون أنها أول مرة تردل مسامعكم منها يعني حرك الدورة القلبية وضغط الدم والأمراض للصيب القلب القلب مثل ما معلوم يعني عضو يقع عضو عضلي مخروطي الشكل يقع في في الجوف الصدري ثوراك 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 ثوراكس كافيتي يميل إلى الجهة الناحية اليسرى بين الرئتين والقلب مثل ما نعرف هذا العضو ينبض باستمرار يعني ليدفع الدم يدفع الدم باستمرار إلى باقي أنحاء الجسم مثل ما نعرف أنه الدم ينقل المغذيات يعني الغذاء والأكسجين وكذلك الهرمونات كما ينقل ثناي أكسيد الكاربون والفضلات الناتجة من العمليات الأيضية القلب في الإنسان يكون مثل ما ذكرنا مخروطي الشكل قمته إلى الأسفل سوف نرسم رسم مبسط جدا للقلب قمته في الأسفل وقاعدته إلى الأعلى تركيب مثل ما ذكرنا مثلث الشكل يتكون من يعني أربعة رداهات هذه الأربعة رداهات مقسومة يعني إلى قسمين يعني القلب في البداية يقسم إلى جزئين يعني من خلال جدار أو فاصل سبتم ومن ثم يقسم إلى الأعلى بالأذينات أو الأتريوم ومن الأسفل بالفينتريكل البطينان سوف يكون عندنا بطين أيسر وذين أيسر يكون رقيقة جدران يعني جاي مكلمة أذن رقيقة الجدران رايت وفينتريكال رايت هنا عندنا أتريوم ليفت وهنا فينتريكال ليفت نتكلم الساعة التركيب الداخلي للقلب في القلب يوجد يعني سوف نتكلم يعني عن التركيب الداخلي للقلب بعدين راح نتكلم عن تركيب جدران القلب يحتوي على أربعة صمامات أربعة صمامات صمامان يفصلان الأذينات عن البطينان وهما على نوعين الصمام التاجي أو المتيرال فال أو يسمى التراي العفو باي كابسد فال وهنا عندنا صمام يسمى التراي الصمام ثلاثي الشرف هذا يفصل الأذين الأيسر عن عفو الأذين الأيمن عن البطين الأيمن والصمام ثلاثي الشرف يفصل الأذين الأيسر عن البطين الأيسر كما نلاحظ هناك صمامات يفصلان الأوعية الدموية الكبيرة يعني مثل عندك الصمام الصمام يعني الذي يفصل أو يسمى الصمامات الهلالية السيمي لاينر السيمي لاينر اه اللي تفصل مثل الاروتة الابهر الاروتة هذا عن عن البطين الايسر يكون اه يكون اه نصف هلالية والصمام اخر الصمام اه الوريد الرئوي اه اه الوريد الرئوي عن البطين الايمن بطين الايمن هاي الاربع صمامات اما بالنسبة لتركيب عضلة جدار القلب يتكون من ثلاث طبقات الطبقة الايبي او الاندو كارديو يعني اذا نرسم يعني رسم تخطيطي هذي يسموه شغاف القلب تتكون من نسيج اه اه رابط طلائي كونكتف و اه 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 اندوثيليا اه اه لاير او طبقة وطبقة طلائية نسيج طلائية ويمتاز بطبقة سميكة عضلية مثل ما ذكرنا عضو عضلي اذا هم معظم عضلات تقريبا تسعين بالمئة عضلات اه اه من كارديو والسمود هنا النوع فقط وتتواجد في القلب اه تكون متفرعة يعني اذا نرسمها متفرعة اه اه الخلايا العضلية وتحتوي على نهايات النهايات مالة اه تراكيب تسمى اه 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 انتر قلاديات ديسك اه ديسك الانتر قلاديات ديسك او الاخراص البينية اه اه فيما بينها تستخدم يعني توليد الطاقة الطاقة كربية يعني يعني لانه القلب يعمل ذاتيا وعملوا يعني مستقل عن باقي الجسم يعني بحيث انه اذا القلب يعني يستطع ان ينبض خارج جسم الانسان لفترة من الزمن والسبب في ذلك سوف نتكلم عنه ان شاء الله كما انه هذا بالنسبة للجدران والجدران الخارجي البركارديوم او البركارديوم هذه المايوكارديوم وهذا الاندوكارديوم وهذا عندك البركارديوم الغلاف يحيط القلب يكون غلاف يحتوي على سائل يساهل على حركة عضلة القلب وكما انه هذا البركارديوم يكون من نتيج او يغطي عضلة القلب هذا بالنسبة للتركيب القلب يعني شرح باختصار والزيادة العودة الى الكتاب المنهجي والكتاب الاثرائي للطلاع اكثر على التركيب القلب يعني اذا نسينا شيء مثل ما ذكرنا اذا نيجي على الاوعية الاوعية التي تتصل بالقلب هناك الاوعية الدموية الاوعية الدموية تكون على ثلاثة انواع طلاب الوزلز هي الارتري الارتريز الشراعيين والفين الوزلز الاوريدة والكابلاري الارتريز الشراعيين هي تركيبة مهم طلاب يعني هاي التركيب يتكون كذلك يتكون من ثلاث طبقات من ثلاث طبقات او يسموه الغلالة تيونيكا او الطبقات الطبقة الخارجية كونكتف تشو والطبقة الداخلية هاي بالنسبة للشريان الارتري تكون من طبقة من العضلات الملساء والطبقة الداخلية هيتكون من نسيج حرشو فيه طلائي اما الاوريدة تكون جدرانها ارق وتكون اوسع يعني الاوريدة الشراعيين اضيق وهم تتكون من ثلاث طبقات يعني السمك يختلف بسمك العضلات الطبقة العضلية السموه والكابلاري تتكون تكون شعرية الاوريدة الدموية الشعرية تكون جدا رقيقة جسمها يعني السمك الخلايا مالتا تكون من تقريبا خلية واحدة خلية واحدة طلائية وهذا الفائدة منها لكي يسمح بتبادل المواد مع يعني بين الدم و يعني نفاذ الدم لعملية الدفوشن والأنسيجة الجسم أنسيجة الجسم هذه بالنسبة كمان هناك الفرق الأرطريز يعني دائما تخرج خارج القلب يعني الخارجة من القلب هناك والأوريدة بالعكس الوريد هو دائما الذي يعود إلى القلب لهذا يعني هناك يعني الناس تتوهم يعني أو الطلبة يتوهمون أنه يقول لك الشرايين هي التي تحوي الدم دائما تحوي الدم المؤكسج و هذا غلط لأنه هناك الشريان الرئوي يحمي الدم دي أكسيجي أكسيجي يعني بور بور أكسيجي لهذا التعبير الأفضل أنه الشرايين الدائما التي تخرج من القلب والأوريدة التي دائما تعود إلى القلب هذا هو التعريف الأضبط يعني أضبط من تعريف أنه دائما يكون الدم مؤكسج في الشرايين لا أو دائما الدم غير مؤكسج مودي بالأوليدة لا الوليد الرئوي يحترع الدم مؤكسج هاي نقطة هناك الشرايين التي تتصل بالقلب هي يعني عدة أنواع منها مثل ما ذكرنا الشريان الأبهر هذا الذي يعتبر أكبرها وأقواها يعني ويتصل بالبطين الأيسر وعدنا الوريد الرئوي الذي يتصل الوريد الرئوي الذي يتصل أو يسموه الذي يتصل بالبطين الأيمن وعدنا الوريد الأجوة في الأعلى والوريد الأجوة في الأسفل أو الوريد الأجوة في الخلفي وريد الأجوة في الأمامي هذا وريد الأجوة في الأسفل يسمى يسمى انفرر فينا كذا وهذا عندك الانترر هذا يصب الدم فيهم في الأذين الأيمن وعندنا مثل ما ذكرنا هذه الأوعية الدموية المتصلة وهناك عضلة القلب تتغذى بالدم عن طريق الشرايين التاجية التي تنبثق من الشريان الأبهر لأنه عضلة القلب تحتاج إلى دم لهذا سأقسم أنواع الأوردة الدموية في جسم الإنسان هي الدورة الدموية التاجية والدورة الدموية الصغرى أو تسمى الدورة الدموية الرئوية والدورة الجهازية السيستماتيك أو الدورة الدموية الكبرى هذا بالنسبة للقلب والأوعية الدموية المتصلة في القلب وهناك أوعية كثيرة لم تتطرق لها يعني الكورنري شرايين الكورنري أرتري كورنري والفين أرتري يعني الكورنري يعيد الدم إلى العضلة القلب يعني غذيها هذا بالنسبة للقلب أو يعني صورة مبسطة ومثل ما ذكرنا يعني صورة غير موسعة وتستطيعون العودة إلى الكتاب المنهجي والكتاب الإترائي للزيادة في المعلومات أو يعني مواضع لم نذكرها الآن ننتقل إلى الدورات الدموية أو قبل الدورات الدموية نتكلم عن ضربات القلب أو ضربات القلب الهارتبيت ضربات القلب في جسم الإنسان يعني على الضربات القلب سبعين ضربة سبعين ضربة في الدقيقة يعني ما هي السبعين ضربة في الدقيقة التي تستغرق كل ضربة وحدة منها تستغرق أو بوينت ثمانية ثانية ونص ثانية يعني رحي في هاي الحالة مئة ألف مرة ألف ضربة في اليوم الواحد اليوم كما أنه عندك هاي الضربات القلبية عندك يعني خلنقول يعني إذا في ناخذ معدلك سبعين سنة رح يساوي عندنا اثنين نصف مليار ضربة يعني مليان ضربة في العمر كلته طلاب بالنسبة يعني حركة القلب جدا مهمة يعني ضربات القلب هذه هي السعر على ضخ الدم ضخ الدم أثناء يعني ضخ الدم إلى أثناء الدورة الدموية الكبرى أو الدورة الدموية الصغرى إلى أنحاء الجسم هناك عندنا مصطلحين للهارد بيت للهارد بيت اللي هما عندك الدايستول أو السيستول في البداية السيستول الانبساط والدايستول الانقباض يعني عملية نعم طلبتنا العزاء هذا تسمى الدورة أو مراحل الدورة الكارديو سايكل الدورة القلبية ويتولد عنها أصوات هما صوطان مميزان هو لب دب لب دب يتعاقبان هذر الصوطان بينهما مسافة أو فترة زمنية قصيرة ويضخ الدم فيها خلال الدقيقة الواحدة يعني خمس لترات وهما مجموعة تقريبا مجموعة لترات الدم أعدنا موضوع يعني هي الانقباض القلبي يعني العمل القلب يتحكم فيه مثل ما ذكرنا التحكم فيه القلب يعني تحكم ذاتي سيميول النصلي تلقائي والسبب في ذلك يعود إلى وجود يعني النظام يعني أو إلى وجود تركيب يعني تركيب عصبي تطلق عليه العقدة يعني موجود عقدتين العقدة أو التركيب العصبي يعني بالنسبة للعضلات القلبية فيها تحكم من أعصاب يعني خاصة بالقلب يعني القلب هو دماغ بحذ ذاته عندنا عقدة تسمى العقدة الجيب أذينية أو S.A.Node هذه عبارة عن يعني مجموعة من الألياف أو العقدة عصبية هذه عندما تطلق موجة كهربائية عصبية موجة كهربائية عصبية فتنقبض عضلات الأذينين موقعة هنا طلاب موقعة هنا سوف تؤدي إلى يعني اتصال تطلق الموجة وهذه الموجة هناك عقدة بتقع بالقرب منها تسمى الـ A.V.Node أو العقدة الأذينية البطاينية هذه عندما تطلق الإشارة أو الموجة الكهربائية العصبية رح تنقبض عضلات الأذينين ثم تصل الموجة إلى العقدة الأذينية العقدة الثانية التي تسمى الأذينية البطاينية ومن ثم إلى الياف تقع في جدار الفاصل بين جزئين القلب أو يسموه الياف هس أو يسموه برانج أو أنتري فانتري كال بندل حزمة التي تقع بين الأذين والبطاين ومن ثم إلى ترك يسمى الياف براكنجي هذا تؤدي إلى انقباض عضلات يعني انقباض البطايني انقباض البطايني عندك ECG تخطيط جهاز تخطيط القلب هذا لقياس يعني كيفية عمل القلب أو كيفية يعني الكهربائية القلب ECG راح يتمثل عندنا بهذا الرسم التخطيطي متن ما ملاحظ وقد لاحظ يعني يعني P سوف يرمز إلى تقلص حرف P هاي الموجة الصغيرة يرمز إلى التقلص الأذيني أما عندك الـ Q اللي هاي موقعها والـ R والـ S QRS موجة طويلة هذا يؤدي إلى تقلص البطايني ومن ثم T هو موجة التي يعود التقلص إلى يعني 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 إغادر إغادر سوف يعني ترتخي عضلات القلب ومثما نلاحظون يعني جهاز ECG هذا عبارة عن تسجيل يعني يتوضع أقطاب على منطقة على مناطق الصدر وعلى اليد على الأذرع يعني حتى لقياس أو لرسم أو لتسجيل الموجة القلبية الآن ننتقل إلى موضوع ثاني هو موضوع الضغط الدم ضغط الدم أو بلاد بريجر نذكركم أنه أكو شغلات يعني معلومات أنه من نسيطرة على العقد الجيبية الأذينية يعني عندك العقدة الجيبية الأذينية مثل ما ذكرنا تنبض بمعدل 70 أو لم نذكرها تنبض بمعدل 70 نبضة بكل دقيقة فهذا فيه انقبض القلب 70 70 مرة يعني ينقبض 70 مرة وعندك ويتصب العقدة الأذينية ومع عصبان العصب السنبثاوي ليزيد معدل النبض والعصب الحائر ليخفض معدل ويختلف نبضات القلب مثل ما معلوم طلابي يعني ما يحتاج نذكره أنه يختلف معدل نبضات الجسم حسب حالة الجسم يعني في حالة الراحة أو في حالة التمارين الرياضية ذكرنا أنه للقلب نوعين صوتين أو ضربتين ضربة غليظة وحد يعني عند غلق الصمامين من الأذنين والبطينين عندنا قباض وحد قصرعا من الأول يغلق الصمام الأبهري والشريان الرياوي عندنا الانبساط ضغط الدم كما هو معلوم أنه ضغط الدم أنه الدم نجعله إن شاء الله سوف نسرد له فيديو خاص بنتكلم عن الدم ومكوناته الدم عبارة عن سائل لزج كثير هذا يصعب مروره في الشعيرات الدموية وتحدث مقاومة للمرور مقاومة مرور الدم في الشعيرات الدموية ترفع ضغط الدم في الشراعين وخاصة عند القباض البطينين يعني عند القباض البطينين راح يدفع الدم بس هذا الدم راح يلاحظ مقاومة مما يدي إلى توليد الضغط عندنا الحد الأقصى للضغط عند الانقباض هو 120 ملي متر زيبق يعني هذا في الإنسان الطبيعي 120 ملي متر زيبق على وعند الحد الأدنى للضغط عند الانبساط هو 80 ملي متر زيبق وهنا ملي متر زيبق هذا الإنسان يعني الإنسان الطبيعي هذا بالنسبة لضغط الدم يعني نتكلم عن الدورات الدموية بصورة مختصرة يعني وكما هو معلوم أماكم يعني مثل ما ذكرنا أن هناك ثلاث دورات في جسم الإنسان هي الدورة التاجية ذكرنا أنه يعني يتدفق الدم في الشراعين التاجية التي تخذ بعضلة القلب تغذي عضلة القلب بالغذاء من خلال الدم الذي يزوده هذه في الشراعين التاجية والشرعين التاجية تنبثق من الشريان الأبهار ومن ثم تعود الدم المحمل بثناكس الكاربون والفضلات عبر الأوريدة التاجية الكورنري فين تصب محتوياتها في الوريد الأجوف الأعلى ومن ثم يعود إلى يعني يصبه أسعى عندنا نجي أسعى إلى الدورة الرئوية كما هو معلوم أنه ذكرنا أنه يعني تلاحظون الرسم يتدفق الدم من الجهة اليمنى من القلب من خلال البطين من خلال اتصال البطين الأيمن مع الشريان أو العفو الشريان الرئوي الشريان الرئوي الذي يضخ الدم إلى أين؟ إلى الرئتين هذا الدم يكون محمل دي أكسجينيت دم غير معكسج وفي أرئتين سوف يدخل إلى الحويصات الرئوية سوف يحدث عامية الـ بعمية الانتشار كما شرحناه في فصل التنفس ومن ثم يعود الدم عبر البولمين الى الأذين الأيسر الأتريوم ليفت أتريوم ليفت ومن ثم إلى يعني هنا هذه الدورة الدورة يسمى دورة الدموية الصغراء أو دورة الدموية الرئوية عندنا السيستيماتك سيركت السيركت هذه الدورة الدموية الكبرى هذه تبدأ عندما يضخ الدم من البطين الأيسر الـ ventricle left إلى الشريان الأبهر الأروتا الذي يضخ الدم إلى كافة أنحاء الجسم يعني إلى الأعلى أو إلى الأسفل يعني أعلى الجسم أسفل الجسم ومن ثم الشعيرات ينتهي بالشعيرات الدموية الكابلاري التي تزود الغذاء هذا يكون محمل بالأكسجين الدم ومحمل بالغذاء إلى باقي أنحاء الجسم ومن ثم يعود تتصل يعني مثل ما ذكرنا الكابلاري نسينا أن نذكركم أن الكابلاري هي حلقة الوصل بين الأوردة والشرائين يعني الكابلاري الكابلاري راح جمع الدم وصبه في الوريد الذي راح يصبه في الوريد الأسفل الوريد الأجوف الأسفل انفرار فينا كافا ومن ثم إلى راح يصب في الأذين الأيمن راح يصب في الأذين الأيمن هذه انتهت الدورة الدموية الجهازية وهناك عندك عدة دورات سموها الدورات البابية يعني مثل عدة نوع من الدورات الدورة البابية الكولوي الكبدية الذي يذهب الدم من يعني محمل الدم الخارج من الديجستف ترك من القنوات الهضمية محمل بالغذاء يذهب إلى الكبد حتى يعادل الغذاء فيه في الكبد ومن ثم يصب في يصب يعني يصب في الوريد الأجوى في الأسفل وكذلك بالنسبة عندك هذا يسمى المساريقي وعندك هذا يكون متفرع إلى فرعين ويذهب كل واحدة إلى كيلة اليمنى وكلية اليسرى ومن ثم يستخلص فيه الكيلة ومن ثم يصب في الوريد الأجوف الأسفل الوريد الأجوف الأسفل هذا الدورات البابية الدورات البابية كبدية والدورات البابية الكلوية ظل عندنا موضوع هو الأمراض للصيب القلب هناك عدة أمراض الصيب القلب مثل عندك الهايبر تينشن ارتفاع ضغط الدم ولأسباب عديدة يسبب ارتفاع ضغط الدم مثل يعني أسباب صحية مثل السمنة التدخين تناول الكحول أو تناول المواد التي تحاوي على الدهون بكثرة وعدم ممارس الرياضة إلى آخر تناول المأكلات الذات كمية عالية من الملح هذا تؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم الذي يعتبر يعني ضغط الدم الذي يولده على الجدران ما يعدي إلى يعني إلى فشل بالقلب أو تعب عندنا الآثرو السيكلوروسيز أو الجلطة أو الذبحة الصدرية أي نتيجة يعني عدة أسباب فيها منها يعني نتيجة تراكم الدهون في الأوردة التاجية يعني العضلة القلب كورنر كورنري سوف يؤلد إلى تكوين جلطة هاي الجلطة تمنع وصول الدم إلى العضلة القلب ومن ثم يؤدي إلى يعني الذبحة الصدرية يعني ألم في الناحية اليسرى من الجسم يعني الذراع الرجل تنمل بالعامية سميها ألم شديد في الصدر دوار أو دوخة يعني وألم يعني هاي كل أعراض الذبحة يعني والعلاج ما لتعدة علاجات إنها العلاج بالأكسجين يعني نقوله مباشرة إلى الأكسجين أو القنية يعني قنية الأكسجين نضع حتى نوصل الأكسجين إلى الدم إلى القلب يعني التهوئة تناول الأسبرين أو تناول يعني هذه المضادات تجليل الجلطة عندك نوع آخر ستروك أو سكتد القلبية هذه السكتة القلبية هم عدة أسباب منها تعيق إلى وصول الدم إلى القلب ما يأدي إلى يعني توقف عمل القلب ما يأدي إلى الموت لهذا أسباب كثيرة منها الصدمة النفسية يعني أكو عندة يعني أسباب لها ومثل ما ذكرنا كثير شغلات مثل تناول الدهون يعني الكوليستيرول التدخين العادات السيئة مثل شرب الكحول أو من هاي الأمور كلها تؤدي إلى هذه الأمراض وبهذا نكون ننتهي من القلب والدورات الدموية والأغير الدموية والميكانزم الذي يحدث فيها القلب والأمراض التي تصيب القلب شرحناها يعني باختصار تستطيعون الرجوع إلى الكتاب المنهجي والإثرائي للفهم الموضوع بصورة أفضل وإن شاء الله وفقنا بإعطاء المادة وإن شاء الله سوف نكمل موضوعنا الدم وموضوع آخر يبقى عندنا موضوعين نعمل كل واحد فيديو حتى ننتهي من النقل في الكائنات الحية ولهنا استودعكم الله طلبتنا العزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر